من قال لماذا قلت إسرائيل دولة ديمقراطية؟ قلت له عجيب نحن أولا نسميها الكيان الإسرائيلي ولا نعترف بها كدولة لأنها هي دولة محتلة ودولة أخذت دولة أخرى وقالت هذه دولتي الإسرائيليين جاءوا من كل العالم لم تكن لهم دولة قبل 1947 فهم كيان إسرائيلي وهو كيان غاصب ليس فقط الأرض اللي سمحت له به الأمم المتحدة أخذها وإنما زاد حتى الأراضي أخرى واحتلب الفلسطينيين ويخنقهم إلى آخره فموقفنا ملكية الإسرائيلي واضح وهو الإدانة الشديدة وما يقوم به هذا الكيان الإسرائيلي من ظلم الفلسطينيين لم يقبل حتى ما أعطته الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين لم يقبل بذلك حتى هذا ظلم للفلسطينيين لأن الأرض كانت أرضهم قبل هذا التاريخ لكن لم يقبل بذلك ورح يحتل إلى لكن هذا لا يعني ألا نقول حقيقة كما هي الكيان الإسرائيلي بين اليهود هو نظام ديمقراطي كيان الإسرائيلي بين اليهود ونظام ديمقراطي مع الفلسطينيين هو نظام إجرامي هو نظام قاتل هو نظام احتلال لكن هل هذا يعني يعطيه الحق في فلسطين لا بطبيعة الحال هل يجب إدانته بلا تحفظ بطبيعة الحال لكن يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناءان قوم على أن لا تعدلوا أعدل هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير إن الله خبير بما تعملون عفوا يأمرنا الله صحانه وتعالى أن نعدل حتى مع أعدى الأعداء لا يجرمنكم شناءان قوم على أن لا تعدلوا أعدل هو أقرب للتقوى شناءان قوم معنى العداوة الشديدة الخصومة المطلقة الصراع الكلي مع طرف آخر لا يعني أن تكذب عليهم ولذلك نقف هنا ورقم خصومتي وعداوتي للمافيا العسكرية إلا أن لا نكذب عليهم الناس اللي قاوموا بحق لا يكذبون الكذب يؤدي إلى الهلات في نهاية المضعف ويؤدي إلى خداع الناس وحتى خداع من معك كيان إسرائيلي كيان إجرامي في حق الفلسطينيين ويرتكب في جرام حق الإنه بل أنها وصلت حتى المنظمات الحقوقية اللي كانت مترددة لسنوات طويلة قالت أنه كيان عنصري واتهمته بالعنصرية وهذه هيمون رايتس وأمنيستي إلى آخره فهذا فيها الشك لكن الديمقراطية عندهم موجودة ديمقراطية عندهم هذه حقائق لكن حتى وما دخلهم فيه طبقات الأشكناز اليهود الأشكناز اليهود الغربيين هم أعلى الهرم يأتي بعدهم اليهود الشرقيين وبعد يأتي بعدهم اليهود الفلاشة والأفارقة إلى آخره وبعد يأتي بعد العرب الفلسطينيين اللي عندهم الجنسية الإسرائيلية أيضا على الأقل فيه أربع تفصيلات بيناتهم لكن في النهاية هناك انتخابات تجري ويختارون أعضاء الكونغرس وأعضاء ما يسمى بالكنيست إلى آخره إلى آخره إذن يجب أن نفرق ما بين وصف واقع كما هو وما بين خصومتنا معهم نتيجة الاحتلالهم للمسجد الأقصى والاحتلالهم للفلسطينيين والاحتلالهم وما هوش فقط لأنهم يهود نسبهم كيف ما جاء يقول عز وجل في وصفهم في وصف أهل الكتاب عموما ليسوا سوا من أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من أن تأمنه بدنار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل إذن أمرنا أنا محطوش الناس كلهم في شكارة وحدة وما همش الأذكياء واللي يفهمين واللي هم اللي يحطوا الناس كلهم أبيض ولا أسود لا 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 كاين عندت ألوان وكاين عندت فروقات إلى آخره ومع ذلك عندما يكون عندنا عدو أو خصم لا نكذب عليه نصفه بما فيه يكفي ولا يجرمنكم شأن أنوا قومنا على لا تعدل وذكرت مرتين في نفس الصورة بالمناسبة في الآية الأخرى يقول أنصدوكم عن المسجد الحرام قضية خطيرة جدا كانت بالنسبة للمسلمين لكن قال لهم رب العزة لا تكذبوا ولا تكونوا غير عادلين معهم قوتنا تكمن في قوتنا الأخلاقية قوتنا تكمن في ثباتنا وفي صدقنا حتى مع الخصوم حتى مع الأعدال لذلك حتى الأعدال لما يعرفوك بأنك لا تكذب عليهم وأنك حتى وأنت تخصمهم إلى أقصى الحدود كاين حد ما تجوزوش وهو حد الكذب حد البهتان حد شهادة الزور فهم يعترفون بك في قرارة عماقهم على الأقل يقولوا ليس بكاذب ولا ما يكذبش وأنا قيلت هل لي هذي ووصلتني حتى من عند بعض الأسر رؤوس العصابات إننا لا نكذب عليهم ولا على غيرهم نعم هناك ديمقراطية بين اليهود ولكن نفس الكيان اللي يمارس ديمقراطية بين اليهود يمارس أقصى أنواع الإجرام والقهر والقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب لشعب بأكمله لملايين من الناس والقهر والقهر والتعذيب